أقول بركة كمان تاني على قلبي خالص عمل صليب المسيح عمل مصالحة بين الشعوب بين الشعوب يعني حضرتك بدون المسيح وعمل الصليب استحالة تقعد ناس من دول مختلفة على طاولة وحدة تتفق معي حضرتك لا أمازال حتى اليوم يعني بيبقى في مؤتمرات دولية على مستوى البلوك والرؤساء ويسيبوا الطاولة ويمشوا وشفناها كتير قوي طلعناها لكن من الذي جعل الأبيض مع الأسود اليهودي مع الأممي من الذي جعل الغرب مع الشرقي من جعل ده أنا شفت مرة في مؤتمر اتنين طلعوا يحكون عن اختبار في منتهى الروعة ايه الاختبار دوت؟ ان واحد من سكان أسيا لابس اللبس بتاحهم الخاص دوت والريش وكده وجنبيه شاب صغير لابس بدلة وكانت المفاجأة ان هذا الشاب هو مبشر وهذا الرجل من احدى القبائل قتل والد هذا المبشر وجاء المبشر مرة أخرى لكي يبشر هذا الرجل وقابل المسيح عندما تأثر بهذه المحبة من اللي جامع القاتل المجرم مع المظلوم من اللي جامع كل الشعوب اسمح لي أقرآية واحدة من رسالة أفسوس أصحح 2 وعدد 16 لما يقول الكتاب عن صليب المسيح ويصالح الاثنين يتكلم عن اليهود والأمم الشعوب كلها يعني يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين فعلا يعني هو عمل الرب اللي بيقرب أو بيجعل الاثنين واحد مثل ما بيقول الكتاب المقدس وعم نشوفه من ناحية الاختبارات العملية من خلال خدماتنا يعني في كتير مؤتمرات بتشوف التركي مع الأرمني مع بعض بيعبدوا المسيح بالأراضي المقدس بتشوف واحد مؤمن من خلفية يهودية وواحد من خلفية فلسطينية اتنين عم بيعبدوا الرب مع بعض فعلا المسيح قتل العداوة بالصليب لأنه فيه رسالة أعظم من خلال الصليب